اهلا بكم من المناطق في الجسم التي لا يعرف عنها الكثيرون معلومات دقيقة يتأخر الكثيرون في الزهاب إلى الاستشارة الطبية المتعلقة بها ويرعب الكثيرون في أي مرض أو في أي ذكر لها عندما تتعلق بأمراض خريصة البرستاطا البرستاطا محدش كتير يعرف عنها حاجة كتير من الججال مش مذاكر فين ما وقحها مش عارف أعراضها فين البرستاطا من ناحية التشريحية يا جماعة لازم تعرفوا موقعها لازم تعرفوا مكانها بشكل تفصيلي طبعا الجهاز الباولي احنا عارفين الكيلة وعارفين الحالب وعارفين المسانة تمام انزل بقى كمان وادخل بالضبط ده ما كان تحت المسانة البرستاطا تقع تحت المسانة مباشرة والمسانة الباولية ليه علاقة طبعا بالبرستاطا لانه ويقع خلف البرستاطا الريكتاب اللي هو الريكتاب اللي هو المستقيم ويخرج من البرستاطا من عمق البرستاطا وطبعا فيه عضلات مهمة جدا تلعب دور مهم تحت البرستاطا البرستاطا هذه الغدة الغريبة اللي بشكلها قد تكون مسيرة جدا للاستغراب وايضا اعراضها يعني اعراض مزعجة للغاية هي هي غدة مرضية او عندما تمرد ويحدث فيها مرض تضخم ورم اعراض مزعجة للغاية قد تصل الى الفشل الكلوي الورم فيها مشكلة مشكلة لانه كان زمان اورام البرستاطا دي كانت بتقلق جدا جدا المرضى وكان المرضى بيترعبوا منها بشكل كبير وكان يتأخر احيانا ان المريض طبعا بسبب انه الاعراض فيك بالنسبة له هو عنده شوية احتمال في البول عنده مش عارف ايه بيروح الحمام كتير بتلخبط اعراض تضخم البرستاطا مع اعراض سرطان البرستاطا كلمة سرطان البرستاطا كلمة مرعبة لاي رجل وخصوصا عندما يكون هناك تاريخ عائلي في الاسرة باورام البرستاطا لان الرجال اللي مذاكرين شوية معلومات طبية عارفين انه سرطان البرستاطا فيه نسبة او يعني الجينات والوراثة فيه تلعب دور كبير طب اللي يبقى الاكتشاف مبكر يبقى لازم يكتشف مبكرة والاكتشاف المبكر ده علمه مهم جدا في الطب نهارده اكيد هنمر به نهارده فيه واحدة من اهم حلقتنا على الاطلاق لانها بتتعلق بحالة مرضية قطيرة على الحياة ممكن تكون مميدة لكن ممكن تعدي ولا اي حاجة ضيفي هو استاذنا الاستاذ الدكتور حسن شاكر نقدر نقول في العشرين سنة الاخيرة تم استبداء الكثير جدا من العملات الجراحية بمناظر البط المناظر لانها كيان مرتبط بتكنولوجيا مرتبط بالهندسة الطبية فتطورت تطور كبير جدا مرتبط بالتكنولوجيا تقدر ان احنا تخلينا نعمل عملات مماثلة للعملات الجراحية ومضاعفات قدر كلمة الزكية هي مناظر فيها مرونة فيها تكنولوجيا عالية موسيقى قدت الى ان المناظر فعلا بقت اقصر قدرة اسهل على الجراح اسهل على المريض قللت فقدان الدم المسالك ناس ما تعرفش تترجم اعرضها ولذلك المناظر افادت كدا في اكتشاف كثير من حلول للمشاكل عديدة في المسالك البولية مصر من اكثر بلاد العالم في التقدم في جراحات المسالك البولية موسيقى الاستاذ الدكتور حسن سيد شاكر استاذ جراحة المسالك البولية جماعة عين شمس زميل جماعة تورونتو وماك جيل بكندا عضو جماعيات جراحة المسالك البولية الامريكية والاوروبية عضو جماعيات التحكم البولي الدولي موسيقى موسيقى استاذ الدكتور حسن سيد شاكر استاذ جراحات المسالك البولية بكلية طب جماعة الجمس زميل جماعة تورونتو وماكيل بكندا وعضو جماعيات جراحات المسالك البولية الامريكية والاوروبية الرائد الكبير في عالم المسالك اهلا بك استاذ الحياة نهايز ابتأ الاول بالموضوع المخيف يعني أورام البرستاطة الخبيثة هل هي منتشرة هل هي مبكرة السن ولا متأخرة السن هل لازم نقلق منها قوي كده زي ما احنا أعلانين من أول الحلقة كده أنا نفسي أعلان فعايزين نفهم البرستاطة أورام البرستاطة الخبيثة هي أكثر الأورام انتشارا في رجال أكثر أورام الخبيثة انتشارا في رجال أو قليلا نقول لأن في بعض البلاد زينا ما هيش أكثر أورام الخبيثة هي من أكثر أورام الخبيثة انتشارنا في رجال وبقى في التوجه أن أورام البلد الخبيثة في بلد زينا كان بالنسبة لنا زمان قليلة ابتدى بفيه توجه أنها بتزيد إحنا مش عارفين ليه هي بتزيد عندنا في بلد زينا أو في منطقة بتاعتنا بس قد يكون بسبب تغير طبيعة الحياة العالم الغربي من زمان جدا وهو عنده انتشار شديد جدا في أورام البلد في مصر كان بالنسبة لنا أورام بلد زينا قليلة لكن في آخر عشر سنين قد يكون بسبب تغير ستايل بتاع حياتنا ابتدت تمتشر بطريقة كبيرة هي بتحصل في سن فوق سن الخمسين سنة عادة قليل جدا ما تحصل قبل سنة خمسين سنة في الأربعينات لكن مع تقدم السن كل ما بتقدم السن كل ما نسبتها بتزيد كثير جدا من الأورام دا هي بتعدي في حياة البني آدم وهي موجودة جواه من غير ما يعرف بوجودها و المريض يعيش حياته كلها و يتوفى من شيء آخر و جواه و رمبر الساة و في كثير جدا من الأحيان بتبقى نوع شديد النشاط و يظهر جدا في خلال سنة سنتين فحدوثها طبعا يبتدى يبقى مقلق و بسبب زيادة نسبته و طبعا زي ما احنا قلنا بندور دايما عليه بعد سن خمسين سنة عايز يعني بطبقى لكلاسيكياتنا احنا في ال انتران المدسين اسأل حضرتك عن الأسباب يعني هل في حاجة الراجل بيعملها هل هي المسألة ورسية بحتة كلام يعني طبي شوية يخص البطن أكتر من الجراحة هو احنا ما نعرفش حتى هذه اللحظة إيه اللي بيسبب أورام البرستاطة ما نعرفش كمان مسببات لي يعني مثلا أورام المسانة احنا عارفين مثلا التلوث تدخين بسبب أورام المسانة لكن البرستاطة ما نعرفش الكلام ده لكن نعرف انه طبيعة الحياة أو الستايل بتاع الحياة مؤثر جدا يعني مثلا في العالم الغربي زي ما نقولت عندهم نسبة الإصابة بسرطان البرستاطة أكتر كدير جدا من الشرق الأوسط الفريسيكش والله احنا مش عارفين الصراحة لكن مثلا يعني اليابانين مثلا عندهم تقريبا الورام دوات يكاد يكونون عادة اليابانين اللي هجروا لأمريكا جالهم جدا فهو أكيد هو مرتبط بطريقة المعيشة فإحنا في مصر لأن احنا ابتدت في آخر 20 سنة بتدنينا نتشبه جدا بالغرب في طريقة معاشتنا فابتدت يحصل أن الأورام دي زيت فإحنا حقيقة ما نعرفش إيه المسببات لكن نعرف أنه هو ستايل الحياة بيأثر جدا فيها حدوثه الوراثة ليها دور؟ إحنا ما شفناش الوراثة ليها دور غير في الناس الأفارقة اللي هجروا أمريكا يعني الأفارقة اللي هجروا أمريكا لقينا أن أورام البرصات الخبيثة المنتشرة في عائلات فمعنى كده هوت أنه آه إن أكيد ليه تأثير إن فيه تغييرات جينية بتحصل إن فيه تأثير راثي لكن ما هواش واضح جدا بالنسبة لنا مثلا في مصر أو في بلاد أخرى كتير أو في مثلا الجنس القوقازي فهو يعني ما قدرش أقول مية في المية لو حد والده حصل له يبهي يحصل له لكن هو على الأقل اللي هما الأفارقة اللي هجروا أمريكا هو دوت اللي بيحصل لهم الكلام ده في واحدة من أهم نقاط الحلقة النهاردة لأنه لي تهمنا جدا إزاي نكتشف أورام البرصطة بشكل مبكر الصراحة ده سؤال مهم جدا وللأسف الإجابة عليه هتحبط ناس كتير جدا أورام البرصطة الخبيثة ملهاش أي أعراض يعني الناس اللي هي بتكلم عن البول بيبضعيف بيقوم النوم كتير بالليل التقطع في البول ده ملهوش علاقة بأورام البرصطة الخبيثة ده ليه علاقة بالتضخم الحميد البرصطة اللي بيحصل في نفس السن وملهوش علاقة بأورام البرصطة الخبيثة بقول تاني وبأكرارها أورام البرصطة الخبيثة ملهاش أي أعراض إلا لما تتقدم جدا طب نعرفها إزاي بالفحص الدوري الفحص الدوري عند الدكتور مفروض إحنا بعد سنة 50 سنة لازم من ضمن الفحص الدوري إن الدكتور يروح مرة المريض يروح مرة كل سنة الدكتور الدكتور بيطلب له حاجة من دلالات الأورام اللي هي اسمها PSA PSA ده هي بتقول لنا إذا كان المريض ده محتاج حاجة أكتر من كده أكتر من مجرد دلالات الأورام دي لو PSA طالعها مرتفع كنا زمان وحتى هذه اللحظة كثير جدا من زماننا لس بعمل الحاجة دي PSA مرتفع معناها تروح تاخد عينات من البرصطة للأسف الكلام ده هوت تغير جدا الجهاز اللي فات ده هوت ده كان جهاز رانين مغناطيسي رانين مغناطيسي الوقت بقنا من استخدامه استخدام كثير جدا وبقوة في تشخيص أورام البرصطة مبكرة يعني مش أي واحد PSA بتاعه مرتفع أخد له عينات لا ده أنا بروح أم أعمله الأول رانين مغناطيسي هو نوع معين جدا من أنواع الرانين مغناطيسي اللي هو اسمه multi-parametric MRI والأسف انتشره محدود جدا لأنه محتاج خبرات طويلة جدا من زماننا تكاتل الأشعة عدد الناس اللي في مصر اللي بيعرفه يورو كويس وليلين جدا هو في العالم كله مش في مصر بس بعد كده هوت بقينا المريض اللي هو بيتشخص أو الـ MRI بيقولي أه والله ده فيه هنا هوت فيه بقرة لازم تخاف منها بنبتل ناخد له عينات كان زمان العينات دي عشوية تلوقتي بالجهاز اللي احنا شايفينه ده جهاز ultra sound أو جهاز موجات فوق صوتية بس الجهاز ده هوت فيه حاجة اسمها اندماج الموجات الفوق صوتية مع الرانين المغناطيسي يعني باخد CD بتاع الرانين المغناطيسي بحطه على الجهاز ده فلما دكتور الـ ultra sound يشتغل الجهاز بيقوله خد عينة من الحتة دي ورم البرصطة ده بيبقى جوز يصغير جدا من البرصطة يعني لو القوضة ديت كلها اعتبرناها البرصطة ورم البرصطة ممكن يبقى قد الكوباية ده هي فلو أنا أخدت عينات عشوائية ممكن اندماج مريض جدا يكون عنده ورم خبيس وانا ما عرفتش أجيبه بالتقنية الحديثة ده هي خليتني أقدر أخد العينات فبعد ما بشوف الكلام ده هو الجهاز ده بيدمج الصورتين على بعض يحطهم فوق بعض فالدكتور الـ ultra sound بيقدر يقول أنا هاخد من الحتة دي بالظبط وبقى نسبة التشخيص بدل ما كانت عشرة 12% بقى التسعين في المية يعني دي الصورة هي مدمجة لو بصينا على الصورة اللي تحت لمين دي بتقوله بالظبط ياخد من الحتة دي بالظبط هتلاقي كمان معلم له في الصورتين اللي هم على الشمال هي دي المنطقة اللي انت خايف منها هي دي المنطقة اللي انت تشوفها المنطقة ده هي ما كانتش تبان في القطرة صعود لوحده عشان كلكم ناخد عينات عشوية تلوقت لما بدمج الصورتين مع بعض يقول لنا المنطقة ده هي بالظبط وبيعلمها بضقة شديدة جدا وشوف الإبرة هي دخلة بتاخد العينة من المنطقة بالظبط عشان كده هو بقى الناس بدلا ما عدنا ناخد عينات ولو انت مفاكش حاجة والراجل يفضل البي اس اي بتاعه يعلى ونجيبه تاني ناخد العينات تالت ورابع وخامس وانا الان من الحكاية ده لأ تلوقتي بجيبه مرة واحدة وناخد العينات بتبقى نسبة تشخيصة عالية جيدة عظيم يبقى احنا مش فهمنا دلوقتي البي اس اي اي ده اول خطوة بعد كده الامر اي بعد كده نعمل الجهاز الذي يدمج الامر اي الراجل المغنطيسي بالالتراساوند الذي يحدد بضقة انا دخل ااخد العينات من بالزبط ده حاجة رائعة موجود عندنا موجود عندنا ايه ماشاء الله اله ده حاجة عظيمة جدا طيب ايه الاساليب الحديثة دلوقتي في العلاك اللي حصل ده هوث.. في الالتراساوند والمر اي او اللي هو العرانين المغنطيسي غير مفاهيم العلاك تماما احنا كان عندنا كل العيانين ده همات كنا كلهم لازم نعملهم استلصال جازي للبرستاطة لو كان الورم لسه في البرستاطة لو كان متشر في جسمه نعمله علاج هرموني أو علاج هرموني مع إشعاعي حسب أو فيها مراحل متأخرة أو علاج كيميائي لا تلوقتي بقى الموضوع غير كده نفهم أن أورم برستاطة دي مش لازم تبقى في البرستاطة كلها دي ممكن تبقى في بقرة واحدة فعشان كده هوت ابتدينا نفكر تفكيرات مختلفة طب لو هي بقرة صغيرة لو بقرة قد الكوباية دي في القوضة دي تكلها أنا أحرق القوضة كلها ليه أو أكسر القوضة كلها ليه ما أحرق الحتة دي بس فبتدأ يطلع علاجات جديدة حاجة اسمها العلاج البقري أو العلاج الموضوعي إن المنطقة دي بس هي اللي أخلص عليها وهو دهوت بيعتمد جدا على اللي احنا شفناه في الصورة قبل كده العلاج الموضوع أو البقري دهوت الكارتون ده بيوريك إنه هو بيتم بالدمج ما بين الصورتين في العيان من غير ما خالص لا أفتح ولا أعمل أي حاجة خالص ده هو أنا شايف البرصاتة كويس جدا ده اللي هو جهاز التراساوند وهو داخل عن طريق الشارج بيشوف البرصاتة بيقوله بالضبط ياخد العينات منين أو آسف بيقوله عالج أني الحتة بالضبط معتمد على العينات قبل كده في اللي عليها السهم دهوت في الحتة اللي مين دي اللي هو اللي زر وهو داخل في الحتة المعينة دي بالضبط عشان يخلص عليها طبعا دي العلاج في قوضة العمليات المريض لا فيه فتح ولا أي حاجة خالص الجهاز إحنا ده حددنا مكان البقرة بالضبط هتلاقي فيه كده اللي هو الجهاز بتاع الألتراساوند اللي بيعمل الدمج على إيدك الشمال ودي عبارة عن نوع الأجهزة وهي دخل على الورن بالذات اللي تخلص عليه وتحرقه تماما أو تفنيه تماما دي الصور اللي حم نشوفها بعد ما حصل الدمج ما بين الألتراساوند والفيوجن أو الامر آية أو الورنين المغناطيسي ودي الأماكن اللي أنا بعالج فيها بالضبط يعني هي دي الحتة اللي هشتغل فيها ودي الحتة اللي حط فيها الليزر بتاعي أو ريديو فريكنسي أو الحاجة اللي أنا بستخدمها عشان أنا خلص على الحتة دي بالضبط ما بوصل برصاتها كلها ما عيرتش عيان لعملية جبيرة جدا طالما إن العيان عنده بقرة واحدة فالبقرة دي هي تبقى أقدر أن أنا أخلص عليها زي ما نشوف القضة العمليات رغم أن هي عمليات بسيطة جدا العيان بيخرج في نفس اليوم يوميا بالليل بيبقعد في بيته ولكن التجهيزات بتاعتها مرتفعة جدا التجهيزات دي هي عشان أقدر أوصل للبقرة دي وما غلطش واسيب بقرة تانية أو ما غلطش إن أنا عالك حتة مختلفة خالص ده العلاج الزكي ده يعني ده علاج هو اسمه علاج البقري لكن جاي من بقرة لكن أنا شايفه إن هو زي يعني الأصدق عليه تعال علاج الزكي صحيح يعني ده زكي جدا بيدخل على المكان اللي فيه دوره بزبط كتبه هو بياخد البقرة دي بالذات يعني زي ما إحنا شايفين هنا هو تلوقتي هلا إيه هو دمج الصورتين بعدين دخله بالمكان حط الليزر بالزبط في المكان اللي هيشتغل فيه اللي هو معلمه من الأول عشان يخلص عليه خلص وابتدى يبقى فيه درسات كثيرة جدا وتوري إن دي نسبة الشفاء من المرض مقابلة جدا للإستصال الجذري للبرستاطا طالما إن الورم لسه ورم فيه بقرة واحدة أو بقرتين مثلا أو على الأقل مثلا مش مواخد أكتر من نص فص من البرستاطا فقدر أشيل نص الفص ده كله فالصراحة سهلت جدا على المريض سهلت جدا على الطبيب في العلاك بالمقارنة المريض دهوت بيعمل اللي هو العملية ديت بيخرج بالليل في نفسه تاني يوم ينزل شغله عادي خلص لكن كان دايما يجي لنا السؤال في مخينة طب افرد الورم رجعتين افرد بعد شوية كتشفت بورتين أعيد العلاكتين نفس السيكونس من الأول أبتدى برضك بالرنين المغناطيسي أدمجه مع الألترا ساوند أخذ العينات أتأكدني ديها واروح عامل العلاج دهوت فبقى ممكن المريض يعيد العلاج ده مرتين ثلاثة في حياته طالما إنه هو للصبورة واحدة هذا السلوب العلاج دهوت رائع جدا بس يعني هيستفيد جدا منه المريض الذي يستمع لنا اللي يتعلم الثقافة دي يتبع على نفسه ما هي مسألة تبدأ عند المريض بما إنه الأعراض ما فيش لازم هو يتحرك في الأول يعمل البي سي البي السي صح كده؟ صحيح في آخر خمس سنين نقسم أورام البلستاطة أمور البلستاطة ديك مش كلها مهمة زي ما احنا اتفاعل إن في عينين بتعيش وتموت من أسباب أخرى وهو عنده أورام في البلستاطة ولا يعرف عنه حاجة ده حقيقة أغلب الناس كده لدرجة إن كان فيه دراسة قديمة لقيت إن حوالي خمسين في المية من الناس اللي عدوا سنة ثمانين سنة عندهم أورام خبيثة في البلستاطة ده فيه دراسة راحت لأبعد من كده كمان إن اللي هيعيش أكتر من كده يعني الصبت بأورام البلستاطة ممكن تصل لستين سبعين في المية طب الله ما بحصله مش حاجة ليه معنا كده إن أغلب أورام البلستاطة ما هيش أورام مهمة كنا زمان كلمة مهمة عاتش الناس تفهمها يعني إيه كلمة هذا الورام رغم أن الورام خميس مش مهمة مش مهمة لأنه هو مش هعمله أي حاجة وعادة إنسان ده هيعيش حياته عادي خالص هتوفقه ولا هينتشر ولا أي حاجة ويفضل في مكانه كده ونحن نعرفش عنه حاجة لما إحنا كان عندنا في الثمانيات والتسعينات نوع من أنواع الفورة إن إحنا في اكتشاف أورام بلستاطة بقينا بنعمل كمية عمليات مهولة جدا من استثار الجزء للبرستاطة واكتشفنا بعد شوية الله تمام تقفل العين ده عنده أورام اللي هو من اللي مش هعمله حاجة مابتدناش نفهم طبيعة الأورام دي إلا في آخر رأي ممكن عشر سنين إنها مش كل أورام بلستاطة زي بعضية في أورام منها غير مهمة فاسبها كده وصاحبه ولا حتى عمل لها العلاج البؤري في أورام خلينا نقول بقى إيه يعني ابتدت تتشاق شوي فمنسميها low risk أو قليلة الخطورة دي اللي عمل لها العلاج البؤري اللي احنا قلنا عليه في أورام بقى بقى medium risk أو اللي هي متوسطة الخطورة متوسطة الخطورة دي كلها مش حاجات إن احنا كل دكتور اللي رأي بقى ههههههههههههههههههههههههههههههههةههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه لازم نستخدم لها كل حاجة عندنا يعني اي حاجة في ادينا وفي جوبنا وفى نستخدمها مالعين دا لانا دي الاورام دى اي تا عايزة تخلاص علينا اغلب الاورام هي تاقع ده من خصنا حظنا كلنا اما عديمة الخطورة يما قليلة الخطورة يما ضغصتها للخطورة الاورام welche شديدة الخطورة دى قليلة قليلة جدا فمعنى ان اغلب المرضى هيتعالجوا اما ولا حاجة مش هناعمل اى حاجة خالص يأما العلاج البقري اللي احنا شفناه ده هو يأما الاستصال الجزر البرستاطة استصال الجزر البرستاطة ده هو التطور جدا بقى الموضوع سهل جدا تلوقتي بقى بنعمله تلوقتي بمناظر البطن ما بقاش بقى ان احنا نفتح بطن العيان ونعمله عملية ضخمة جدا ويقعد المريض في المستشفى أسبوع عشر ايام لا بقينا نعمل مناظر البطن ومناظر البطن تتطورت جدا في آخر 15 سنين فخلت العملية أسهل وأسهل مناظر البطن قفزت بهذه العملية الى منطقة آمنة جدا كمان طوحية يعني ده استكمال الحلقة سابقة عن مناظر البطن يعني الجزء ده برضو مهم قوي لانه هيورينا عظمة مناظر البطن في تعامل مع الاستصال الجزري جزري يعني كله صحيح مناظر البطن حصلت فيها طفرة كبيرة جدا يعني الطفرة دي ما حصلتش فيهم وليلة مناظر البطن زي ما نشايفين احنا منفتحش بطن العين خالص احنا كل الموضوع منعمل فتحات صغيرة جدا حوالي نص سنتي 3-4-5 فتحات كل واحد نص سنتي ومندخل عشان نشوف الأجهزة اللي جوه ومنعمل نفس العملية بتاعة الفتح الجراحي بس من غير ما نفتح خالص ودي طبعا ليها تأثيرات إيجابية جدا زي ما انتشوفين في الصورة دي وزي ما شرحنا في حلقة مناظر البطن ان ما منفتحش بطن العين عدم فتح بطن العين دي ليها تأثير إيجابي كويس جدا ان بطن العين ما نتعرضش لهواء الغرفة العمليات ما نتعرضش المايكروبات ما بيحصلش فتح جراحي بيخلينا كمان الريكوفري بتاع العين سريع جدا في نفس اليوم يوم يتحرك للتشفاء سريع جدا جدا يقعد يوم يومين في المستشفى ويخرج ما حدش فيه الجرح الكبير لا ما بقاش في الجروح ديت خلاص ده جرح قوبن ده جرح كبير لكن أصبح الجرح حاجة تانية خلاص صغيرة جدا ما بقاش موجود الجروح الكبيرة مناظر البطن زي ما احنا قلنا قبل كده تطورت جدا بقت فيها مناظر ثلاثية الأبعاد بقى فيها الآلات الروبوتية بقى فيها يعني دي مثلا جروح مناظر البطن ده كانت تكون غير مرئية مش بس كده كمان عدم تعرض بطن العيان لجو غرفة العمليات ده بيخلي المريض يعني يتحسن بسرعة كبيرة جدا كمان التكبير بتاع مناظر البطن ده بيخلي فيه دقة كبيرة جدا جدا فين احنا نعمل عملية احنا ازاي بنعمل العملية بتاعت السجد للبروستاطر اول خطوة فيها ان احنا بنشيل الغدل الانفوية بنشيل الغدل الانفوية دي حاجة مفروض انها صعبة هنا سهلة جدا شايفين تكبير ضخم جدا تكبير عشر كمستاشر مرة بنشيل كل الغدل الانفوية دهية بسهولة جدا من غير ما يحصل حاجة وبعد كده من دخل على البروستاطر زي من شايف تكبير ضخم جي كان يقعد في بطن العيان من جوه مفيش مفيش فيها انها مثلا انا دي حاجة مش شايفها او حاجة بعملها عمياني او حاجة زي كده هو النزيف فيها يكاد يكون منعدمة او فقدان الدم قليل جدا رغم ان المنطقة ده هي منطقة عميقة جدا في القوض ومن المناطق اللي هي صعب الوصول لها ومن المناطق اللي هي بيبقى فيها بيحدث فيها كثيرا جدا نزيف في العمليات التقليدية زي من شايفين نحن منشلش برساطة بس ده البرساطة بالحواصلات المنوية بالاحبال المنوية من غير ما نكون شايفين ده اللي وراءنا المستقيم بنشيل الكلام ده بسهولة جدا بنحافظ على العصاب بتاعة الانتصاب ده كل ده بسبب تكبير جينوت مهمة جدا انه كان يعتقد انه استقصال البرساطة الكامل هيؤدي الى عجز جنسي صحيح دلوقتي بقينا منيقدر نحافظ على العصاب بتاعة الانتصاب طالما انها مش وصل لها الوراء بعد ما منستقصال البرساطة لازم بقى هنوصل المسانة بمجرى البول هنا التكبير الكبير جدا الالات اللي هي الروبوتية ده هي تخليت الموضوع ده هوتي بسهل جدا في عميله مش بس كده دي خلت كمان انه المضاعفات اللي بتحصل من الحتة ده هي زي الضيق اللي ممكن يحصل زي انه يبقى فيه بول كتير يطلع ده توصيل مجرى البول ده يصل مجرى البول شلنا بقى خلاص البرساطة فلازم نوصل بقى المسانة بمجرى البول عشان كأنه تيوب واحدة كأنه انبوبة واحدة متصلة لانه خلاص احنا شلنا البرساطة بالمحتوى اللي فيه فهي دي دي تقع البرساطة دي يمر منها مجرى البول شلنا جزء من الانبوبة فنوصل بقيت الانبوبة ببعض عشان يستمر التبول يعود الانسان للتبول بعد قد دي تبول طبيعي من يومين لثلاث أسابيع لان كل بني آدم مختلف جدا جدا على الثاني في التأم بتاعه فممكن بعد يومين أشيل الأسطرة والمريض يتبول خالص وممكن لا يتأخر الموضوع لمدة ثلاث أسابيع وطبعا بيعايش عادي بالأسطرة لا بيخرج المستشفى بعدها بتاته ربع ايام في بعض أحيان يومين يعيش حياته غالص عادي خالص في بعض الناس بالأسطرة ديت من تحت هدومهم مش بينها يروحوا الشغل بتاعه يعيش حياته العادية خالص من غير أي مشاكل خالص طبعا الضغط اللي هو المرتفع في بطن اللي حنت هشغل بغاز فالضغط المرتفع دوت كمان بيخلي فقدان دم أقل وأقل كمان بيضغط على الأوعية الدموية بيضغط على الأوعية الدموية فما يخليش يحصل أي نزيف في الموضوع ده ده بالنسبة للناس اللي هم اللي عندهم الأورام موجودة داخل برصاتها ما خرجتش منها في بعض الناس بيكون الاكتشاف الأورام دهية متأخر شوية على كده طب هل ده معنى كده وتأن الأمور بقت سيئة؟ لا خالص احنا عندنا علاجات حديثة ممتازة جدا حتى لو الورا منتشر بره للبرصات عندنا علاجات سهلة زي العلاج الهرموني عندنا علاج إشاعي لو إن الموضوع متطور شوية هنعمل علاج إشاعي وهرموني في بعض الأحيان حتى لو علاج إشاعي وهرموني منفعش عندنا علاج كيميائي بس العلاج الكيميائي هنا في أورام برصاتها أعراضه جانبية أقل كتير جدا من العلاجات الكيميائية الأخرى في الجسم فمعنى كده إن مهما كان المرحلة اللي تم اكتشاف فيها ورمى البرصاتة اللي عندنا أمل وعندنا الحمد لله تطور كبير جدا يوم عن يوم بيخلي إن فيه دايما أمل في شفاء هذا المريك بإذن الله عشان نجمل للرجال اللي أكيد بيتفرجوا النهاردة هذه الحالة ملاش علاقة بالستات البرصاتة لا توجد في الست صحيح فالرجال اللي بيتفرجوا علينا أو زوجاتهم دلوقتي اللي بيتفرجوا عشان نجمل لهم النصائح الأساسية حتى يفهموا الطريق الجايدلاينز الطريق واضح محطاته بينه إزاي من أول بي سي إي لغاية إنه ممكن جدا يكون فيه علاج هرموني المحطات هي إجمالا بعد الملخص اللي احنا قلنا هو إحنا أول نصيحة لازم نقولها للرجال بعد سننا خمسين سنة جزء من المتابعة اللي بتعملها سنويا أو التشاكب اللي بتعملوا كل سنة اللي هو البي سي بتاعك رغم إحنا في وقت من الوقت كنا منهم متعملوش كده هو لقت الوقت رجعنا تاني لأن بقينا نعرف نصنع في الناس بعد ما نعمل البي سي بإذن الله دائما يطلق أواطي لو عطل أكثر من المعدل الطبيعي هنمتدي نفكر في الامراء آي لو بعد ما الامراء آي لو الامراء آي قال لنا إن في حاجة إلينا يبقى هنعمل اللي هو الدمج ما بين الالترا ساوند الامراء آي وناخد عينات لا قدر الله طريقة إيجابية لو ورم في بقرة نقدر نخلص عليه بالليزر لو ورم أكبر من بقرة يعني واخد جزء كبير من البرستاطا نقدر نعمله الاستقصال الجذري بمغزير البر لو الورم متشع عن كده هنفكر في علاج هرموني يمكن معاه علاج إشاعي لو ده منفعش منفكر في علاج كيميائي الحقيقة شرف كبير لنا زيارتك شرف كبير لنا فعلا وشرف كبير للاعلام كله إنه يخرج صوتك كرائد قدير وأستاذ كبير في عالم المسالك إلى الشعب العربي كله لأن إحنا رواد في المسالك في المنطقة العربية يعني مصر أعتقد إنه في برانش المسالك أي حد بعيد عن بنفسها معنا صح؟ صح بلا قد يعني غرور بس المسالك لا يعني في برانشات كده محدش يقرب منها في إحنا في المنطقة الشرق بل في العالم لأنه عدد الحالات على فكرة الموجودة في مصر عدد كبير جدا في العالم فلما نقول إن الجراحين المسالك المصريين من أقور الجراحين في العالم دي مش مجاملة ولا إدعاء ده العالم كله عارفه إحنا عدد الشغل بتاعنا ما شاء الله كتير وده ده الجراحين المصريين يعني قوة شديدة للغاية وكمان عائلة المسالك عائلة تعليمية يعني بيحبوا من أول بقى يعني الرواد الكبار مرورا لغاية وجود طبعا حضرتك أحد الرواد بس يعني أسماء رنانة حتى نسمعها إحنا في عالم البطن فأنا متشكد جدا لنزيارة ضيف العزيز الأستاذ دكتور حسن الشاكر أستاذ جراحات المسالك البولية بكل الطب جماعة عين شامس والزميل جماعة تورنتو مكلبي كانت عوض جماعة جراحات المسالك البولية الأمريكية والأوروبية والمؤسس المستشفى الشاكر طبعا المستشفى الشهير كان ضيفي فيه الدكتور خليكم دايما مع الدكتور اشتركوا في القناة